شكرا لك هدير التسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين ضد فيروس كورونا عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عواط تاج الدين واطلع الرئيس السيسي على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة حيث وجه بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسة المنظومة الطبية سواء التابعة للموزارة الصحة أو المستشفيات الجماعية كما وجه بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي كافة الأطفال حديث الولادة للتطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال والجرعات المنشطة منه الرئيس السيسي وجه أيضا باستكمال العمل على إنشاء مراكز تصنيع وتجميع مشتقات البلازمة على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة أعلن البنك المركزي ارتفاع صوفي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد إلى 37 مليار دولار و124 مليون دولار بنهاية إبريل الماضي ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن البنك المركزي إن تلك الزيادة تأتي مقارنة بالشهر مارس الماضي حيث سجلت الاحتياطيات الأجنبية خلال شهر مارس 37 مليار دولار و82 مليون دولار أعلنت كوريا الشمالية تسجيل 262 ألفا و270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن السلطات الصحية بالبلاد سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس وأضافت الوكالة أن بيونج يونج تكثف انتجها من الأدوية والإمدادات الطبية بما في ذلك المعقمات ومقاييس الحرارة والإمدادات الطبية الأخرى فضلا عن تجهيز المزيد من أماكن العزل وتكثيف أعمال التطهير في جميع أنحاء البلاد بحثت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليمز مع سفيرة النرويج في ليبيا التطورات الأخيرة على الساحة الليبية ونتائج الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الجارية في القاهرة حتى العشرين من مايو الحالي وذلك بهدف التواصل إلى إطار دستوري توفقي وسليم يمكن ويمكن من إجراء انتخابات وطنية في أقرب الآجال عمليا وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أوضحت ويليمز أن اللقاء شهد تجديد التأكيد على الضرورة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض في الظروف الحالية وتجنب كافة الأعمال والخطابات الاستفزازية قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش إنه على اتصال مكثف مع روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة استعادة صادرات الحبوب الأوكرانية وسط أزمة غذاء عالمية متفاقمة وخلال اكتماع بشأن الأمن الغذائي في الأمم المتحدة نشد جوتاريش روسيا أن تسمح بتصدير الحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية على نحو آمن وأن تصل الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية دون قيود وقال جوتاريش إن الأزمة الأوكرانية تهدد بدفع عشرات الملايين من المواطنين إلى حالة من عدم من انعدام الأمان الغذائي يليها سوء التغذية ومجاعة في أزمة قد تستمر لسنوات ورياضيا يلتقي فريق الزمالك والأهل لكرة اليد في السبعة مساء اليوم في نهاي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية والمقامة حالية في النايدر وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الانتصار على نظره فاب الكاميروني بنتيجة 35 ل21 فيما تأهل الأهل بعد فوزها على دون فوسكو الإبواري بنتيجة 39 ل23 وسبق للأهل التتويق باللقب كأس الكؤوس أربعة مرات سابقة منها ثلاث مرات في النسخة الأربعة الأخيرة وختاما أحرز فريق انتراخت فرانكفورت الألماني لقب الدور الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز بنتيجة 5 أربعة بركلة الترجيحة على رينجرز الإسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة واحد لواحد وبعدها يحقق لقبه الأوروبي الأول منذ 42 عاما بهذا اللقب سيشارك انتراخت في دور أبطال أوروبا في الموسم المقبل للمرة الأولى منذ عام 1960 كما سيلعب الفريق في كأس السوبر الأوروبية ضد ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي نهاية مجاز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل